اجتماع الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة مع السيدة نوف جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وخلال الاجتماع أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات والتي تأتي من منطلق الحرص على تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين وتثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المهمة على صعيد العمل الحكومي في مملكة البحرين وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير الخدمات المقدمة من الجهتين مضيفا أن تعاون شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مع هيئة تنظيم سوق العمل وثيق وأسفر عن العديد من التسهيلات والتطورات المهمة